ما تزال التحذيرات تتوالى من قبل المنظمات الدولية حول تأزم معاناة النازحين في اليمن وارتفاع كبير في أعدادهم إلا أنها في كل مرة تزداد حدة وألما البنك الدولي قال إن هناك ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص مهددين بخطر المجاعة المجاعة التي لا تكف المنظمات الإنسانية عن توقع تفاقمها ليصل الأمر إلى وضع مأساوي يزداد مع تمدد أيام الحرب البنك أشار إلى أن 460 ألف طفل يعانون من سوء تغذية الحاد أما عدد النازحين فقد ارتفع لأكثر من ثلاثة ملايين موزعين في مناطق مختلفة في الجمهورية مساعدات بقيمة 450 مليون دولار أعلنها البنك وستخصص للتعليم والصحة وتغذية الطفولة كأولويات يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة ناقص الخطر الذي أعلنت تلك المنظمات عند بداية الحرب ما يزال صداه يسمع حتى الآن وآخر استجابة له كانت من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت عن حزمة مساعدات جديدة لليمن وصلت إلى أكثر من 76 مليون دولار استجابة للاحتياجات العاجلة للشعب اليمني لتصل إجمالي تلك المساعدات إلى ما يقارب 404 مليون دولار منذ العام 2015 بالإضافة إلى جهود استثنائية من قبل كثير من المنظمات لمساعدة النازحين ومدهم ولو بالقليل من سبل العيش لمواصلة حياتهم خاصة مع استمرار تداهر الأوضاع الإنسانية وعدم وجود أفق قريب لإخراج اليمن من متاهتها أو بقعة ضوء يمكن أن تعبر من خلاله لبر الأمان وتضع حدا لهذه الحرب اشتركوا في القناة